السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنستكمل يا حبيبي الاختبار التراكمي صفحة مية ثلاثة وتسعين. سأل رقم تمانية. قاعة اجتماعات طولها تسع متر وعرضها سبع متر ما محيطوها. احنا اتفاقنا ان المحيط هو مجموعة اطوال اضلاع الخط الشكل. يعني هذا الخط الخارجي يسميها اضلاع الشكل ده مقوناها الارض باضلاع. فبنجمع كل الاضلاع هذه. هنا تسعة ويقابلها ايضا تسعة. يبا تسعة زائد تسعة. وهنا الخط ده سبعة ويقابل ايضا ايه سبعة. تماما? تسعة زائد تسعة تمنتاش. سبعة ايه اربعتاش. يبا تمنتاش زائد ايه اربعتاش يساوي اثنين وتلاتين. يبا الاجابة الرقم دي. ولك ان تجمع بايه باي طريقة ايه تحبها اي مما يأتي يصف شكل العلبة الموضحة. طبعا العلبة هذه على شكل اسطوانة. ما الكسر الذي يمثله الجزء المظلل في الشكل العاتي? احنا اتفاجنا خلاص موضوع الكسور هذا. جلنا تحت بنحط العدد الكلي للاجزاء. لو عدينا الشكل هذا فيه كم قطعة? كم مربع? واحد اتنين تلاتة اربعة. ورأسي واحد اتنين تلاتة اربعة. اربعة ضرب اربعة ايه ستة عشر. لو عديتهم هتجم ستة عشر. هو مظلل منهم كام? هنا اربعة وهنا اربعة مظللين. يبا تمانية على ست عشر. المظلل فوق وتحت الكبر. يبا الاختيار الف اللي هو تمانية على ست عشر. السؤال حد عشر. ارتب الكسور الاتية من الكبير الى الصغير. يعني نبدأ بالكبير وبعدين الصغير واصغر شيء الصغير مرة. تمام? طيب احنا عشان نرتب اما بالرسمة اما بالعملية الحسابية نخلي المقامات كلها متشابهة. المقام هنا تمانية وهنا تمانية. طيب نسأل. هل الاربعة هذه نقدر نخليها تمانية? اي نعم نقدر. هنضربها كمان في اتنين. اربعة في اتنين بقت تمانية. ونضرب ايضا فوق في اتنين بقتها ستة. طيب. الحين كلها المقامات خلاص ده اتلاغة بقى انه ما هو موجود. المقامات كلها متساوية بنكرم بالبسط. اكبر البسط اللي هو ستة. يبقى نبدأ بالعدد الكبير اللي هو ستة على تمانية اللي هو كان اصله كان ثلاثة على اربعة. يجي بعد خمسة على تمانية. ويجي بعد اصغر عدد اربعة على تمانية. هذا الترتيب. رسمت هند شكل اللي لها خمس اضلاع وخمس زوايا ما اسم الشكل. طبعا الشكل يسمى بعد الاضلاعه يبقى شكل خماسي. وهنطرق لكم ايضا رقم تلتاشر تفكروا فيه. ونحن كده خلصنا منهج وان شاء الله الحسس القادمة هنختار بعض الدروس نرجع عليها او نحل اختبرات الترقمية السابقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.